في أحد الآيات يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين انظر هذه أيضا معجزة قرآنية كيف لجماعة قليلة أن تنتصر فعليا تنتصر وذهنيا وفكريا كذلك تنتصر انظر مثلا نحن جماعة من الأصدقاء صغيرة جدا هزمنا الداروينية هزمنا أكبر حركة دجل في تاريخ البشرية لم تشهد البشرية حركة مثل هذه منذ أن خلقت الأرض لم يحدث أن ظهرت حركة دجل توغل إلى هذا المدى في إنكار وجود الله هذه هي الحركة الأكثر تأثيرا في تاريخ العالم فهي أم جميع الخبائس تولدت عنها الفاشية والشيوعية والرأسمالية المتوحشة الداروينية تسببت في تخريب العالم هذه الحركة تسببت في إبادة ملايين البشر وتسببت في محو الإيمان من قلوب مليارات البشر في الماضي كان الناس يعبدون الأصنام يجعلون علاقة بين الله تعالى والأصنام أما الآن فقد تم إنكار وجود الله بشكل كامل نعم هو إنكار مطلق أستاذي أنت بدأت الصراع مع الداروينية وكنت وحيدا عندما خطته بالطبع جماعة من الأصدقاء صغيرة جدا وما زالت صغيرة حتى الآن لكننا تمكننا من الانتصار على الداروينية في عالم يضم سبع مليارات من البشر جماعة صغيرة تمكننا من إلحاق الهزيمة بأكبر حركة دجل في العالم في الوقت الحاضر هم غير قادرين على الدفاع عن الداروينية في أية جريدة وفي أية مجلة في السابق كانوا لا يتوقفون عن القول لقد وجدنا السلسلة عثرنا على الحلقة المفقودة كانوا يشمتون بالمؤمنين أليس كذلك؟ في كل يوم وفي كل أسبوع كانوا ينشرون صورا مزيفة الآن فقدوا الجرأة ففي كل مرة أكشف لهم أكاذيبهم اضطروا إلى الاعتذار في كل مرة قدموا اعتذارات في كل مكان من العالم قدموا اعتذاراتهم في كبرى الصحف والمجلات في الصحف الأمريكية والبريطانية قالوا لقد افترينا كذب لم يعد الذين أخرجوا هذا الكذب قادرين على ترديده مرة أخرى المهم أن يعترفوا بأخطائهم أن يصوبوا هذه الأخطاء أن يقروا بعدم تكرارها مرة أخرى المهم أن يظهروا ندمهم على فعلهم يقولون لم يعد بمقدورنا عرض هذه المعلومات في المدارس الطلاب لم يعودوا يصدقون لا يصدقون في أوروبا وخصوصا في إنجلثرا بالطبع في فرنسا يقولون هذه أكبر كارثة تمر بفرنسا على مر التاريخ يقولون التاريخ الفرنسي لم يعرف كارثة مثل هذه أبدا هذا بسبب توزيع كتب أطلس الخلق وهو الكتاب الذي وصل إلى الجميع والآن هم يعتبرون هذا خطرا حقيقيا الآن يشرع الأستاذ في الحديث عن الداروينية لكنه في الوقت نفسه ينظر بريب إلى من هم أمامه ماذا لو أنهم اطلعوا على كتاب أطلس الخلق فلو أن كتاب أطلس الخلق وصلهم فهذا يعني أنه وقع في موقف هزلي سوف يتم الإزدراء به والسخرية منه ثمت احتمال كبير أن يكون الكتاب قد وصل إليهم ولذلك فهو لا يستطيع الحديث يكتفي بالنظر يقول أحدهم أردت دعوة شخص للحديث عن الداروينية لكنني لم أجد أحدهم جاء ثم جذبني إلى ركن وسألني هل أنت حقا تؤمن بهذا الكلام يقول في تلك اللحظة أدركت أن المسألة غاية في الصعوبة في الحقيقة المسألة ليست صعبة الأمر أصبح محسوما لقد قضي الأمر بروفيسور انجليزي لم يجد طلابا يحضرون لمحاضرته هل يتحمل الناس الاستماع للكذب؟ الطلاب لا طاقة لهم بذلك هم يملون ترجمة نانسي قنقر